لنذهب للمقارنة التي نتحدث عنها يا حنفي تمام، معنا مقارنة كابتن للفرقين في البطولة لحد دلوقتي المباريات لعبه 2 والهلال 2 فوز 1-1، خسار 1-1 الأهدف الأهل سجل هدف والهلال سجل هدفين الأهدف المتوقعة 2-8 الأهدف المتوقعة للهلال 6-3 في الـ XG هنا يلفت نظرنا حاجة ليه الهدف المتوقع للهلال أكتر كتير أوي من نادي الأهل هقول لحضرتك كابتن الـ XG بتاعنا 2.8 سجلنا هدف واحد ده معناه أن احنا قدام الجون عندنا مشكلة بسبب غياب محمد شريف بسبب غياب الـ Stryker الصريح عكس الهلال 6.3 سجل 6 شوف مدى استغلالهم للفرصة دي نقطة مهمة جدا للنادي الأهلي ودي من وجهة نظري بسبب غياب المهاجم الصريح محمد شريف طبعا بسبب الغيابات الكتيرة مش مهاجم أستخلي بالك بس وجود شريفة كابتن مهمة أول 100% أنا معاك ولكن أنت لما عندك 14 لعب مش واحد ولا 2 ولا 3 يعني أنا ممكن نقول إيه واحدة كابتن هاني حالك تقول لنا الكلام ده لأ أنت لا طبيعا أنت ما بتغيب منك في فرق لما بيغيب منك 2-3 لعيبة خلاص الموضوع بينتهي لكن أنت عندك 14 لعيب وعندك إصابات كتيرة جدا فبالتالي كمان الأمور هتبقى صعبة مش الأرقام ديت هي أرقام النادي الأهلي أنا في رأيي لو النادي الأهلي بكامل نجومه النادي الأهلي بسهولة جدا مش بسهولة جدا لكن كان من الطبيعية يكون موجود في المباراة النهاية بالضبط أنا هو ده لأنا عايزة أوصل له كابتن أنت عندك غيابات كثيرة جدا بسبب ظروف مختلفة بقى ما بين كورونا وما بين إصابات وما بين منتخب قبل كده لكن في النهاية أنت لو أنت كامل والأمور عادية زي السنة اللي فاتت أعتقد كنت هتبقى واصف على الفلفري ده وتراهن عليه لمدى أبعد كمان الزبط كانت مؤسرة المحاولات 24 منهم 9 محاولات بين الثلاث خشبات 31 محاولة للهلال منهم 14 بين الثلاث خشبات التمريرات المفتاحية 19 النادي الأهلي 21 الهلال المراوغات 22 للنادي الأهلي منهم 16 بشكل صحيح الهلال 24 منهم 15 بشكل صحيح العرضيات 25 منهم 10 بشكل صحيح عرضياتنا متقنة عرضيات الأهلي عنده العرضيات دي نقطة كوة مهمة جدا بسبب وبفضل أهم جناح شمال موجود في أفريقيا وعلي معلوم الهلال 25 عرضية منهم 9 فقط بشكل صحيح التمريرات 935 الأكيوريسي 82% الهلال 938 بنسبة 81% تمريرات طولية 92 النادي الأهلي بنسبة 40% صحيح و89% الهلال منهم 37% صحيح فقدنا الكرة 59 مرة في البطولة لحد دلوقتي والهلال فقده 71 مرة استخلاص الكرة 190 مرة والهلال 194 ضربة الجزاء ما تحسب لنا ولا تحسبش علينا ولا تحسب على الهلال ضربة الجزاء لنا ما تحسب لنا الهلال خد ضرب الجزاء في مطش الجزيرة الهلال فريق على مستوى العامل الشوك الهجومي فريق موزعجة كابتن أرقام بتقول عندهم كان دائماً كابتن إسلام بيرهن على المنتخب الحقيقة وكان دائماً مدعمه والأقلي ده حياتنا يعني بنران عليه بجد يعني اللي هو بنبقى سعاداء جداً أولاً إحنا المباراة بكرة حنشوفها هنتفرج عليه وحنلعب والنادي الأهلي حيلعب وطبعاً نفسنا أن النادي الأهلي يكسب في هذه المباراة المهمة جداً والصعبة جداً ولكن لقدر الله برضو يا كابتن هيني كل المطلوب من العادة النادي الأهلي أنها تقاتل جوه الملعب سبدأ القتال جوه الملعب وأنك تحارب لآخر دقيقة ده مهم جداً 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 كلنا طبعاً نتمنى الفوز للنادي الأهلي ما في الشك لكن يبقى النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله الروح والأداء لآخر دقيقة ولو ربنا قرم وكسبنا يبقى إنجاز كمان أنا باعتبر إن شاء الله بإذن الله الوصول للبرونزية التالتة بتاريخ النادي الأهلي في ظل الظروف دي كلها كابتن إسلام أعتقد سيكون إنجاز كبير جداً نتمنى إن شاء الله للنادي الأهلي بإذن الله يا رب إن شاء الله أشكرك جداً أنا حنف أشكرك جداً أعيش إن شاء الله بكرة يا رب إن شاء الله يستطيع النادي الأهلي أن يفوز بالميدالية البرونزية التالتة والتانية على التوالي طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حيكون معنا نجم كبير نجم كبير كابتن أمير عبد الحميد أمير عبد الحميد لعب كاس عالم هنعرف بقى بيبقى دايماً تفكيره وعب تفكير اللاعب في الوقت اللي حيلعب فيه وأمير كان موجود في الميدالية البرونزية الأولى للنادي الأهلي وبالتالي هنفهم منه إيه اللي حيحصل بكرة واللعابة بتفكر إزاي كابتن هاني إحساس بقى اللعيب في نفس البطولة مر بنفس البطولة وزروفها إيه وأمير طبعاً يحكي لنا كمان إن شاء الله بإذن الله إحساس أولي البطولة بإذن الله بعد الفاصل نستقبل كابتن أمير عبد الحميد